لكن الحرب الروحية هي حقيقة هي حقيقة موجودة فنلاقي مثلا بطرس الرسول يكتب هذه الكلمات في بطرس الأولى أصحى خمسة وعدد تمانية يقول اصحوا واصهروا لأن إبليس خصمكم لما يقول خصمكم يعني عدواكم كأسى الزائر يقول ملتمسا من يبتلحه هو فهنا واضح أن يوجد خصم ويحاول أن يتمثأ يزأر لكي يخيف الذين يحاربهم نلاقي مثلا الجزء المشهور جدا في الكتاب المقدس عن الحرب الروحية اللي هو في رسالة أفاسوس أصحى 6 ونلاقي من عدد عشرة لغاية عدد عشرين جزء يتكلم بالتفصيل بوضوح وسوف نأتي إلى هذا الجزء عن الحرب والأسلح الروحية وأخيرا يا إخوتي تقوّف الرب وفي شدة قوته إلبسوا سلاح الله الكامل لكي تقدروا أن تثبتوا ضد مكايد إبليس فإن مصارعاتنا ويوصف بقى المصارعة لأن ما بيقولش كمان حربنا مصارعة يعني يوجد اشتباك يوجد اشتباك لأن مصارعاتنا ليست مع دم ولحمة بل مع الرؤساء مع السلاطين مع ولاة العالم على ظلمة هذا الدار مع أجناد الشر الروحية في السماويات فأنا بيتكلم عن حرب حقيقية ومصارعة حقيقية وعندما يوجد مصارعة نجدها في صورة دفاع يقول تقدروا أن تثبتوا ضد مكايد إبليس وفي نفس الوقت نلاقيها في صورة هجوم لأنها حرب فيقول أنه قاوم إبليس فيهرب منكم في رسالة يعقوب أصاح 4 وعدد 7 قاوم إبليس فيهرب منكم ويجي المسيح يتكلم مع بطرس عندما سأل من يقول للناس أني أنا في إنجيل مات أصاح 16 ويقول أنه على هذه الصخرة أبني كنيستي ويقول تعبير وأبواب الجحيم وأبواب الجحيم لن تقو عليها أبواب الجحيم أتخيلها كده وأبواب الجحيم لن تقو على الكنيسة والكنيسة تهجم على أبواب الجحيم وتدمر مملكة الشيطان تدمرها فتدخل خلف أبواب الجحيم التي يغلق إبليس فيها على الهالكين لتخطف من الهالكين للسماء فهنا هجوم نعم لأنها حرب حقيقية ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر